لو قلنا أن الفن هو التجلي الأكبر للحرية فحنلاقي أنه مش من مصلحة رجال الدين أو الوعاظ لكن من الأسهل ليهم محاربة الجمال ومحاربة الفن لتقبيح الحياة وبالتالي يتساوى الموت والحياة في نظر شاب يمكن أو شابة بس في الأغلب شباب صغيرين محقونين بكبت بشكل أو بآخر فيسهل على الوعاظ في لحظة صحوة في لحظة شحن بقى على أفغانستان وخلافه أنه يجنده ويخضعه لفكرة أنه يموت نفسه وينتحر ففكرة أنه أنت تقبح الحياة والفن هو أهم الأسباب أو أهم الوسائل اللي ممكن تخلي البني آدم يحب الحياة لأنها ممارسة إيجابية الفن بطبعه بيخلق متعة بمعنى أنه بيتجنب الألم بيتجنب الوجع بيتمسك بمباهج الحياة بيمارسها مختلف عليه مع إبراهيم عيسى